نحن في مباراة الأهل والزيمالي والانتهت بفوز النادي الأهلي في مباراة اليوم لكرة اليد ويمكن معي واحد من النجوم لأيه المباراة النهاردة الكابتن محمد إبراهيم كابتن محمد في بداية مرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وجود طبعا أترك لك على المباراة النهاردة مباراة الأهلي والزيمالي شايف Van Is Sabahel مرحب أداء نعادي أهلي معك وشايف المباراة النهاردة الحمد لله أنا برحب بك خمسة الشوت الثاني كنا عايزين نزوج كمان كوتش أتكلم معنا بعد الماطش برضو انه هو مش رادي على الأداء ولا إحنا كلعيبة بس الحمد لله بشكر زمايلي برضو ان احنا قدرنا نخرج بمكسب مهم في دور تمهيدي عشان فرقة بتطلع بنقاطها في الدور الثاني إن شاء الله في ماطش السوبر اللي جاي نعمل أداء أحسن من كده بكتير إن شاء الله إن شاء الله كزي ما انت قلت يا كابتن مباراة في دور التمهيدي آه طبعا مباراة مش هتأثر على مشورنا دي الأهلي في البطولة ولكن هي مباراة مهمة بالنسبة لكم دايما بتكلم معكم مستر ديفيد ديفيز في إنه كل المباراة زي بعض لازم نكسف كل المباراة ونقادي أداء جاي. هو طبعا مباراة الزمالك بتبقى بطولة في حد ذاتها يعني في الدور التمهيدي بس في نظام مختلف شوية في الدور السنة دي إن الفرقة بتطلع بنقاطها الدور التاني يعني ده وقتنا إن إحنا نسيطر وما نخسرش ولا مطش وما نخسرش ولا بطولة فده إحنا إن شاء الله نحاول نعمله وإن شاء الله نبدأ من مطش عندنا مطش كاس الأول يوم الجمعة مع البنك الأهلي وفرقة برضو محترمة فرقة قوية ونستعد بقى للمطش السوبر بعدها في الأمارات إن شاء الله. طبعا المباراة النهاردة يا كابتن زي نقدر نقول كده يعني بروفا قبل مباراة السوبر المصري. آآ كلمني طبعا المباراة الزمالك بيبقى ليها تحضير خاص شوية غير ربقية المطشات بيبقى فيه تركيز أكتر بيبقى فيه اجتماعات وفيديوهات أكتر فإن شاء الله زي ما قلت حضرتك هنعدي مطش الجمعة إن شاء الله مع البنك الأهلي بخير يعني وبسلام إن شاء الله نبدأ نستعد للزمالك التركيزنا هيكون أكبر بكتير إن شاء الله ده مطش ببطولة فإن شاء الله يبقى عرس رياضي في بلد زي الإمارات وإن شاء الله إن شاء الله مستي جدا كابتن محمد وبالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله طبعا نشوف الأداء زي النهاردة كده من حضركم جميع لبن ندي الأهلي في مباراة السوبر إن شاء الله مستي يا كابتن الله شكرا ربنا يخليك شكرا طبعا يا كابتن أيمن كان لقاءنا مع حارس مرمى النادي الأهلي كابتن محمد إبراهيم والآن العودة مرة أخرى للسوديو طبعا نكلم لك يا كابتن أيمن تفضل شكرا جزيلا زميل العزيزة سلاح حمد شوفنا برضو محمد إبراهيم يعني أحيانا المكسب بيغطي على حاجات كتير بس ده برضو ما تلاقوش غير في النادي الأهلي يعني أحيانا متبقى كسبان بس انت حسس من جواك أن انت لأ أصرت في حاجة فالفرحة فرحة موجودة بس تحس إن الفرحة مش كاملة فحتى لعبة النادي الأهلي بتتعامل زي المدرب بزبط بكل الواقعية وده ما تلاقاش في حتة تانية غير نادي الأهلي يعني ما بقولك إحنا كان نفسنا الأداء يبحث من كده مع المكسب كان نفسنا الأداء يبحث من كده ولكن اللي جاي بإذن الله إن شاء الله أفضل هنرجع تانية زميلتنا سلاح حمد ولقاء مع لعب النادي الأهلي أحمد عدد من جديد برحب بك طبعا يا كابتن أيمن وبكل ديوفك الكرام والكباتن الكبار في الستوديو بكل مشاهدهم تباعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ولسه طبعا موصلين مع حضرتك أكيد لقاءاتنا النهاردة في مباراة الأهلي والزمالك والداربي النهاردة طبعا في بطولة الدوري يمكن معي واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي في مباراة اليوم كابتن أحمد عادل كابتن أحمد طبعا في البداية برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايز أبرك لك طبعا النهاردة على المباراة شايف نهاردة إزاي أداء لعب النادي الأهلي أمام الزمالك وشايف المباراة عامة بشكل عام ازاي طبعا الحمد لله ربنا اخليكي الله يبارك فيك RESULT كنت شايف النهاردة الم disappointش طبعا الزمالك فريق محترم ده يعتبر الدربي بتاعنا الفريق اللي بينافس معنا على الدورة وعلى كل البطولات بس كنت شايف النهاردة ان احنا برضو زي day off لين لاغلب اللعيبة والحمد لله طبعا على المكسب انا شايف ان احنا عندنا حاجات احسن من كده بكتير وطبعا بدليل النتاج بتاعتنا في الدورة وفي البطولات اللي فاتت كلها وان شاء الله نسح اخطاءنا بتاعت ماتش النهاردة ونعود في ماتش السوبر للمصر ان شاء الله طبعا يا كابتن احمد يمكن بالعلامة الكاملة طبعا بتنهو الدور الاول من بطولة الدوري يمكن دايمان بتكلم معاكم فيه كابتن ديفيد ديفيد سواء مباراة دربي سواء اي مباراة تانيمة لازم نقدي نفس الاداء يمكن ده اللي كان منتظر النهاردة ويمكن طبعا المباراة شفنا يمكن حصل فيها شوية يعني ظروف في الاخر اخر مثلا كم ديئة حصل شوية يعني اعتراضات طبعا كمان في الاول بدأتوا بداية مش كويسة شوية ويمكن ده هو ده الهدف من من كابتن ديفيد طبعا اهم حاجة اصلا في كل المطشات كل المطش ينخشوا ان احنا نخليل نكسب مافيش عندنا وقبش انتنتعادوا لأول خسارة ايا كانت الظروف ايه الظروف ضدنا في التحكيم مسلا كانش احسن حاجة اللي عيب عنده دي اوف مافيش مشكلة اللي بيطلع بينزل واحد مكان وبيحاول يؤدي على قد مايقدر اهم حاجة في كل مطش هو المكسب حتى لو الظروف النهاردة زي النهاردة كده مثلا الظروف كلها ضدنا واللعيبة مثلا مش موفقة ودي اوف لكم اغلب اللعيبة اهم حاجة المكسب يعني ده اللي احنا قلنا جو حتى بعد ما خلصنا المطش احنا مش راضين عن أداءنا ومش مبسوطين طبعا باللي حصل النهاردة شايف ان الموضوع يبقى اسهل من كده بكتير وان احنا نكسب سكور اصلا الموضوع مش ايزي بس اهم حاجة مبروك يا جماعة ان احنا خدنا الثلاثة بونت وقفلنا الدور الاول بالعلامة الكاملة طبعا يا كابتن مبروك ويمكن المباراة النهاردة نقدر نقول زي بروفا قبل المباراة السوبر المصري امام نادي الزمالك يعني حاجة زي كده نقدر نصحها نشوف اخطاءنا فين نشوف هما بيعملوا ايه نقاط ضعفوهم نقاط قوتهم ونقدر نلعب عليها في السوبر المصري لان هما دول اللعيبة اللي هلعبهم طول الموسم بس شكرا لك جدا شكرا كده طبعا يا كابتن ايمن كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي في فريق كرة اليد كابتن احمد عدل